أهلا بكم في القسم الثالث من التدريب حول التواصل العلمي بأشكاله المختلفة وهذا القسم مخصص لعملية العبور من الأطروحة لأكاديمية إلى الكتاب وهنا أود في هذا القسم أن أشارك معكم بإيجاز طبعا خبرتي الممتدة من عملية البحث العلمي حتى استكماله بشكل أطروحة دكتورة ومن ثم نشره في دار نشر وبشكل كتاب صدوره بشكل كتاب فهذه الخطوة برأيي تساهم في سد الفجوة الحاصلة الموجودة بين البحث العلمي والمجتمع الواسع وفي الحقيقة بينما هو المجتمع من المفترض أن يكون المستفيد الأول من الأبحاث أو المعلومات العلمية للأسف نجد أن الباحثين معزولين بطريقة ما بين جدران الجامعات والمختبرات وهذا مؤسف حقا لأن إنتاج العلمي في البلاد العربية هو بالطبع موجود لكن لا يصل لا يتم توصيله بشكل موسع للأشخاص للأفراد للمجموعات التي يمكنها ومن المفروض أن تستفيد من هذا النتاج سأبدأ بتقديم سريع لنقطة التركيز الأساسية في بحثي وهي انطلاقا من الاهتمام بالعلاقة بين اللغة والمجتمع كنت أهتم بالطريقة التي يستخدمها الأشخاص في التعبير عن رأي ما وبالمحاججة في الدفاع عن رأيهم فكنت بحاجة إلى نصوص مكتوبة لكي أدرسها فتوجهت بطبيعة الحال إلى الصحافة المكتوبة وبشكل خاص إلى بريد القراء أو ما يسمى في الصحافة الفرنسية courier director أو في الصحافة الأمريكية والبريطانية opads أو letters to the editor وهي نصوص تتفاوت أحجامها يعبر فيها القارئ أي يكن ليس فقط من الأكاديميين عن رأي ما باتجاه موضوع حالي تتم مناقشته وبهذه الطريقة أردت دراسة هذا الخطاب الذي يجري في الصحافة اللبنانية ناطقة بالفرنسية وهذا سيمكنني من معرفة الاستراتيجيات المستخدمة من قبل هذه المجموعة هذه الفئة من المجتمع اللبناني لدفاع عن رأي ومحاجرة بنص مكتوب بدءا بمشروع الأطروحة أود أن ألقي نظرة على الرحلة التكوينية التي هي برأيي مشروع البحث العلمي في البحث العلمي تخال نفسك تفتش عن المعرفة في الكتب والمقالات وخارجة في العالم الخارجي لكن في الحقيقة أنا اكتشفت أن البحث العلمي يقربك أكثر من معرفة ذاتك ويعلمك التواضع أمام البحر الهائل من المعرفة والأبحاث الموجودة فبهذا المعنى أعتقد أن البحث العلمي عمل لسقل النفس والعقل والذات فبالمرحلة الأولى يوجد هذا الجسر العبور الجسر الأول وهو مشروع العمل الأكاديمي أما بعد إتمام المشروع البحثي ومناقشة الأطروحة وجدت نفسي أمام خيارين إما أن أبقي الأطروحة في كمبيوتر أو في مكتبة جامعية وبذلك أعزل نفسي وعملي عن المجتمع أو الخيار الثاني أن أشارك شغفي بهذا البحث مع الجمهور الواسع وأحاول أن أظهر له كيف يرتبط هذا العمل به وهو ليس غريبا عنه خصوصا في موضوعي الذي يتعلق بتحليل الخطاب الإعلامي فهذا الخطاب متداول في المجتمع اللبناني وهو يحاكي جميع الأفراد الموجودين أو الذين يتواصلون في هذه المواضيع من هنا جاءت فكرة النشر لكن هناك تحديات كثيرة ومراحل كثيرة تفصل بين ورقة بحثية أكاديمية كأطروحة دكتوراه وكتاب ينشر ويوزع ويكون بمتناول الجميع سأطرح هنا بعض العمليات التكييف والتغيير والتحويل التي قمت بها لكي أحول مجموعة لكي أحول أطروحة كاملة طويلة ومفصلة إلى مضمون يكون بمتناول الأشخاص المهتمين بالموضوع طبعا فأولا النقطة الأولى كانت تحديد الأولويات فالباحث يكون متعلقا جدا بالنتاج أو المضمون الذي كتبه وحضره وطبعا هو طريق طويل فيأسف أحيانا لضرورة حذف فصول ومقاطع كاملة من الأطروحة لأنها لن تهم بشكل ضروري القارئ مثلا النبذات التاريخية أو تفاصيل علمية مفصلة ليست بالضرورة متعلقة بشكل مباشر بفهم المضمون أو بتحليل النصوص بشكل مباشر فبالنسبة لي كانت الصعوبة الأولى أن أحدد ما هي الرسالة بشكل أولوي التي أود أن أطرحها أو أن أوصلها فاخترت المواضيع فقط الضرورية لفهم منهجية تحليل الخطاب في النصوص ثم طبعا بعد الحذف تأتي إعادة الهيكلة وهي أمر ضروري يجب أن يعاد تنظيم الناس بشكل واضح أيضا وأما النقطة الأخيرة التي أود أن أركز عليها لأنها كانت بمثابة تمرين وتدريب وأعتقد شخصيا أن إعادة الكتابة بحد ذاتها هي تهذيب للباحث وتمرين صعب من منذار التعبير الواضح أقصد هنا أن يجب على الباحث إعطاء أو تقديم أفكار واضحة دقيقة وبتعبير بعيدا عن التعقيد وهنا أود الإشارة إلى الفرق بين التركيب أو والتعقيد وهو سأشرح وجهة نظري هنا أنا شخصيا كان عندي حكم مسبق بالنسبة للعمل البحثي بشكل عام أو البحث العلمي أنه كلما كان معقدا كلما كان نوعيته أفضل بعدها تعلمت أن يمكنني أنه بإمكاني أن أشرح أفكارا مركبة أو منهجية أو تحليلا غنيا بالأفكار ويكون مركبا لكن بعيدا عن التعقيد في التعبير وفي تسلسل الأفكار فهي في الحقيقة تمرين لتصفية الذهن والإحترام الوضوح في الأفكار وفي التعبير فنرى هنا نتيجة نهائية لهذا العمل الكتاب بعنوان الارغمانتشون دان الكوري دي لكتور لباني الكاد لابريس فرنكوفان أو المحاججة في بريد القراء اللبناني في الصحافة الناطقة بالفرنسية الشكل النهائي للكتاب هو 250 صفحة مقسم إلى ثلاث أجزاء الجزء الأول فيه عرض للتفاصيل النظرية والمنهجية وهذا ضروري لكن ملخص جدا جدا ثم الجزء الثاني يتعلق بعرض نتائج تحليل العينة الضيقة من النصوص وهو تحليل تفصيلي نوعا ما للخطاب ثم الجزء الثالث والأخير يتعلق بتعميم الملاحظات على عينة واسعة من النصوص وطبعا تفسير النتائج الجدير بالذكر أنني أصريت على مسرد المصطلحات وهو مقطع في آخر الكتاب يمكن للقارئ أن يبحث فيه في أي وقت كان خلال القراءة على تعريفات المصطلحات التقنية وكان هذا جزء مهم جدا بالنسبة إلي للتسهيل وتقريب المصطلحات أو التعريفات الخاصة للقارئ وأيضا تقنية أستخدمها كثيرا هي جداول أو رسوم بيانية موجزة من المهم جدا أيضا أن نتواصل بشكل بصري أيضا ليس فقط من خلال الكلمات والمقاطع الطويلة والتحليلات طبعا يمكننا أن نوجز الأفكار الرئيسية وهذا مهم جدا من خلال طريقة بصرية أنوه أخيرا أن المقدمة بقلم دكتور طرال وهبي والصورة على غلاف الكتاب هي عمل الفنان اللبناني ربيع خليل بعنوان فرانكولي بابلونيز وهي تنوه إلى الخليط في الخطاب اللبناني للغات خاصة اللغة اللبنانية والفرنسية وفي تنويه إلى برج بابل الذي يرمز إلى خليط الثقافات واللغات أشكر انتباهكم وأتأمل أن تكون هذه المشاركة تشجيعا لكثير من الباحثين للإقدام على خطوة عدم الإبتعاد عن الإنغلاق والإنعزال في أعمال غير مفهومة وكثيرات التعقيد إلى عبور الجسر نحو المساهمة في بناء المعرفة في المجتمع مشاركتي المتواضعة شكرا للاستماع ونلتقي قريبا إن شاء الله ونبقى على اتصال شكرا للمشاهدة